يا جماعة صرنا بالـ 2026 لـ AI hype خيص ما بقى نضطر نستعمل تولز مجديدة ما أنا عازي بتطلع لك صورة أو بتكتب لك شعر صرنا فترة عم نجرب كل شيء ومن الآخر تسعين بالمئة من هالأدوات ما أنا عازي بالـ real work طبعنا اليوم رح شارك معكم My personal AI stack اللي أنا بستخدمه تقريبا كاليوم لمشي شغلة لابني start up اللي بتكوني هيدول My personal stuff واللي أنا بحب أرجيكم إيهم بدون لف وبدون دوران أول واحدة وحش الشركات Microsoft Co-Pilot أول شي بالـ corporate world مش تغل على الإيميليات مش تغل على كتير اشياء Microsoft Co-Pilot هو الأساس ليش؟ لأنه أول شي It lives where work is عايشة هونيك عايشة بالإيميليات عايشة معي بكل هيدول المطالح بستعملوا مايلي بتلت اشياء أول شغلة الإيميل بالإيميل فيه يعمل draft إيميل ويحط لي title ويكتب لي body وكل شيء وبيستخدم التون تبعي وكل شيء بدي إقراض ملخص طبعه بكبس عليه summarize وبالإكسل طبعاً كوبايلت عايش هونيك وبالـ agent mode اللي نزلوه بإكسل كتير قوي فكوبايلت بيستخدمه كتير بالإكسل وبستعد منه مع agent cloth نفس الشيء بالـ Power BI كوبايلت مايكروسوفت كوبايلت عطاني شيء اسمه مايكروسوفت كوبايلت ايجنت أنا عملت ايجنت دربته على المعلومات والداتا والاناليسيس تعيتي وبالتالي بيسأله وقت اللي بدي شو قوي تكوبايلت إنه مدموج آمن وبنفس الوقت موجود ثاني أداة بيستخدمه هي جيميناي ومش أي جيميناي جيميناي برو هو الجوتو بالنسبة لي بأي شيء بيسأله وخاصة أنه أنا بستخدم شيء اسمه جيميناي جامز وعامل الجام اسمه MEC Executive Operator هيدا الجام حافظ البيوتائي وحافظ 8 برسونز أنا بستخدمهم تقريباً بكل الوقت برسونا التاع الـ Power BI برسونا تبع الـ Executive برسونا تبع أي شيء تاني إنه أي شيء أنا بيسأله إياه بروح بيستخدم بعيدة للبرسونا اللي بدي إياها وبيجيب ليها يعني مثلا بيسأله سؤال داكس على الـ Power BI بيروح بيجيب لي الـ Power BI Architect وبيحل لي القصة ما تضيع وقت اشرح له مين أنا هو بيعرف وكأنه أنا عامل نسخة عن نفسي بيستخدمها كل الوقت وكمان بالجيميناي مؤخراً كتير عم تستخدم Canvas جيميناي Canvas بعقده يا جماعة ليه؟ Canvas بيغير لكم أو بيسمح لكم تعملوا simulation بـ HTML code أو بـ React program والحلو أنه هايدي السيميليشن بتبين كتير professional خاصة إذا أنتو بتكون تعملوا pitch أو بتكون تعملوا presentation لحدا بتكون هالـ presentation تفاعلية يعني بتكون تكبروا وتعمل simulation إذا بيعنا هالـ Add بنعمل هالـ Add the Profit إذا كذا بنعمل هالـ Add وـ Plus الـ Canvas كمان بيخليني أعمل شي اسمه Google Slides يعني كمان بيحول هايدي الـ Information لـ Google Slides وبعدين أخذها على Google Slides وحولها لـ PowerPoint وشاركها مع الفريق كلاته ما فينا ننسى بما أنه إحنا بالـ Gemini Nano Banana Pro Nano Banana Pro أنا ما بيستخدمه بس لطلع صور بيستخدمه من بعد ما أعمل Infographic بشي محل أني حط البار تحت اللي في عليه صورتي واسمي وفولو مي مثلاً عن LinkedIn أو YouTube وغيره شي كتير قوي لما بيستخدم هايك تول لنستخدمها لـ Professional Post بنحطهن على LinkedIn وشي غيره ومؤخراً تشعجي بيتي نزلوا Images اللي هي كمان عم تعمل نفس الشي وبستعملها من وقت لوقت لحط هيدا البانر الأداء الرابعة اللي بستعملها كتير كتير هي Notebook M Notebook M ما في حدا خبرته عنه إلا ما طير له عقله ليه؟ لأنه أنا لما بدي موضوع غوص فيه ما بحب روح على تشعجي بيتي بيطلع لي معلومات من الإنترنت من كذا أنا بحطي sources تعيتي لـ Notebook M ونوتبوك بيستخدم هايدي السورس اللي هي Grounded عنده وبيصير بيعطيني الإنفورميشن من الأرتيكل اللي عطيته من يوتيوب فيديو وبيفهمني الموضوع بطريقة كتير حلوة بيعملي الإنفوغرافيك اللي قلت لكم عليهم بحطهم بحطهم بوست باللينكت إن بيعملي Audio Overview الـ Audio Overview بيعطيني بودكاست فيني اسمعه أنا بالسيارة بيعمل فيديوز وكمان بيعملي reports وبيعملي كتير إشياء نوتبوك الآن بكل بساطة ببسط المعلومات لنصير نقدر إحنا نفهم أحسن الأدية الخامسة اللي أنا كتير بستخدمها هي Comet Browser من Perplexity الـ Comet Browser هو Agentec Browser وهيدا المستقبل ليه؟ لأنه بكل بساطة أنا بالـ Comet Browser فيني يقل له Take Over My Browser مثلا ولاقي لي الفيديو الفلان اللي أنا عم دور عليه بيروح بيجيب لي الفيديو اللي أنا عم دور عليهم باليوتيوب فيني يقل له Take Over My Browser وكتب لي Title و Description للفيديو وهو بيعمل كل هيدا الشي أنا بيجيب لقيه خلص يعني كل القصص اللي أنا بدي إياها بتصير بـ Comet Browser لأنه Agentec Browser وبما أنه Comet Browser هو تابع لـ Perplexity فكمان أنا بيستخدمه بتديه بريسورش لما بكون عايز ليش؟ لأنه Perplexity بيعطيني citations لكل شي عم دور عليه وبالتالي ما بتكون الـ Information جاية أو شي عم يخترعوا الـ AI لا بتكون جاية من مصادر موثوقة الأدايا السادسة لكل اللي بيحب يعمل أبس عن جد أو يعمل واب أب ويشوف كيف بتشتغل هيدا الأدايا لقلو بتفوت على AI Studio Google AI Studio وبـ Google AI Studio بـ Prompt بسيط فيك تكتب له بدك شي معين وممكن يعطيك إياه يعني مثلا إذا بقل له أنا بدي أب بسجل الـ Voice وهو بيعمل لي ترانسكرايب بيطلع لي الكلمات تأتي الـ Voice بيبني لي إياها بطريقة وبكتير شكل حلو وأنا فيني أخذ هيدا الشيء واستخدمه بـ Web App طبعا فيه كتير Deploy وفي عندكم Back-End و Front-End اللي هني مثلا أن يكون في عندي Front-End هو AI Studio Back-End هو Firebase لحتى قدر أعمل إشياء تانية بس هيدا موضوع لبعدين خلينا نركز على موضوع أنه انتو فيكن تعملوا هيدا الأب وتعملو له Deploy وحتى تشاركوه مع الناس ويستخدموه طبعا بس لفترات معينة مش لكل الوقت وآخر أدايا الأدايا السابعة هي بكل بساطة أبل إنتليجنس لماذا أبل إنتليجنس هي ضمن الإيكو سيستم تبع أبل وأنا بستعملها بس لأنها موجودة يعني summary الweb page بكل بساطة بكبسس الread view الreader view وبالreader view فيني أعمل summary وبيعطيني ملخص كتير صغير عن هيدا الأرتيكل شو بيغطي بنفس الوقت إذا أنا مطلع صورة من جميناي من نانو بنانا وعليها الووتر ستامب تبع الجام وبيدي شيلها بكل بساطة بروح على الصور وكلين وبعملها كلين من أهم شيء وبيلت إن بيكت بقلب التاليفون أو بقلب الماك أو بقلب الايفاد هيدول هني التولز مش خمسين تول سبعة اللي بيعملوا فرق جربون وخبروني بالكومنتس أي واحدة عجبتكن أكتر شيء اللي بدي ألكون هي كيب بوشنك كيب بلدنك وخليكن عم تطوروا من حالكن سلام